طيب فيما تعلق بموقف الكائن الصهيوني من اللاجئين الأوكراني يعني في البداية مطار بن جوريون رفض استقبال اللاجئين الأوكرانيين وتحدث عن ضرورة حملهم لتأشيرات الأراضي الفلسطينية المحتلة بين قصين إسرائيل ثم بعد ذلك نتيجة ضغط طبعا كبير للغاية من قبل السفير الأوكراني في إسرائيل والتصريحاته التي أحدثت حالة من الضجة سمحة لاجئين الأوكران بيع القدوم للأراضي الفلسطينية المحتلة بل وقع لهم يحملون عالم إسرائيل في مشهد يعني يغيظ الجميع يعني هؤلاء يهربون مما وصفوه بالاحتلال ليذهبوا لكيان محتل لأراضينا العربية بماذا تعلق؟ أخي أصل الأوكرانيين كما سمعت لأنه كما يدعون الأخبار الأوكرانيين اليهود الأوكرانيين يرفضون الخروج نهائيا يصرون على البقاء لا يريدون خروج كما ذكرت لك هناك في مخطط ما وإن كان اليهود الآن في داخل فلسطين جهزوا أنفسهم قاعدين بيطاردوا في الفلسطين في بير السابع منطقة صحراوية شبه صحراوية بيهدوا في البيوت وبيضروا في الناس الآن كي يهيئوا لمستعمرات لاستقبال اليهود الأوكراني فإذا كان في مخطط اليهود أن تكون الدولة البديلة لماذا يستقبلوهم أصلا؟ لا يبقوا في بلادهم صحيح ولهذا انظر الآن في الأخبار يقول لك اليهود الأوكرانيين يرفضون يقول لك هذه دولتنا وهذه مسقط رأسنا وهذه لنا وما نخرج منها إطلاقا اشتركوا في القناة